مرة كنت في الزيارة للجامعة احدى الجامعة الاقلامية وبعين فجوئت هناك بحد بيستوقفني ويسلم علي وكذا وكذا بيقول لي فاكرني انا فلان انا يعني فاكره طلح انه هو كان زميل لنا نضم لجامعة كات الجهات ساعتها دخل السجن قعد مشحف تام السنة طلع من السجن سابق كلها بتاعتنا طبعا راح كلها تانية اسهل في هذه الجامعة الاقلامية كنت لنا خلاص مشستير دكتوراه وجوزت وخلفت وسفرت ورجعت وهو لسه طالب في هذه الكلية فبقول له فلان يعني انت كل ده ما بين السجن وقال لأ انا عدتلي بعد السجن مش عاف كم السنة ملف ومضور بروض ما انت مبسوط قال لأ انا غلط فبدفعت كم مش هو ده الرسالة في الاخر بتوصل اللي بينتبه الجامعة اسلامية بضيع نفسه مجهوده طاقته ولا فات حد الحاج المشكلة مش انا اللي زعاني انه مش ضيع نفسه فقط لا ده ضيع من خلفه فممكن يكون عنده اولاد صغيرين فهو ضيعهم وانا عندي بالحكايات اللي حرك بتحكيها دي كتير بقى فييجي الاقي ان هو يخالف في مسألة من المسائل والمسألة المسائل دي اتلاقي ان هو متلبس بيها فيي يأبني مثلا او بتاعه فلاقي ان هو يعني بعضهم كنت انا بخش اصلي في سيدنا الحسين وبعضين لقيت وانا داخل كده اصلي لقيت واحد بيقول بان الصدى في المساجد التي بها اضرحة لا تبوس بل يقول انها باطلة فلاقيت هو خارج فانا بسأله وبقول له انت هو بقى اللي شافني يعني الاول كده ارتج علي كما يقوله ارتبك ارتبك فبيقول لي ايه بيقول لي بلاش تقول ان انت شفتني بقول له ليه بلاش ان انت شفتك وانت خارج من مكان منقر انت خارج من مكان عبادة وانا المساجد لله فلا تدعو مع الله احد جعلت الارض ومسجد فده مسجد فقال لي ما انت عارف قلت له طيب انت اللي جايبك هنا شوف الحلوة بقى ووسيك كبير في السن انت اللي جايبك هنا ايه قال لي برتاحنا قلت له طبعا انا عاوز تنقل الراحة دي لتلاميذك ومن يحبك لاني ده امر دين قال لي من انت عارف ان انا مش هقدر اقول كده قلت له انا ما قلت لكش تقول لهم ان الصلاة في المساجد اللي فيها اضرحة مستحبة او جائزة لعنى تقول لهم المسألة خلافية ودي مسألة جزئية لا نصيرها الى قضايا قبرى فقال لي برضو انت عارف ان انا مش هقدر اعمل كده